مرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل وطبعا هنتكلم في هذه الفقرة عن معلومات إرشادية مهمة جدا لأن احنا بالفعل دخلنا في بداية صرة الموسم الشتوي وأكيد فيه تأثيرات سلبية لدرجات الحرارة المنخفضة اللي احنا حتى حاسين بيها دلوقتي وبتنخفض بصورة كبيرة جدا بالذات خلال فترات الليل وأحيانا يبقى الجو مشمس ودرجة الحرارة مرتفعة أثناء النهار هذا الفرق وهذه التقلبات انعكاستها وتأثيراتها السلبية على المحاصيل الزراعية المختلفة وعلى الأمراض سواء كانت الأمراض الفطرية وخلافه وأيضا على الحشرات اللي بتصيب المحاصيل الزراعية هناخد معلومات مهمة من ضيفي اللي بيشرفني فيه الفقرة الأولى من هذه الحلقة الأستاذ الدكتور محمد علي فهيم وكيل المعمل المركزي للمناخ برحب بحدك يا دكتور محمد برحب بحدك يا دكتور شكرا جزيلا على تحت الفرصة أولا كل عام وحضرتك بخير بمناسبة العام الميلادي عشرين عشرين ونتمنى إن شاء الله أنه يكون عام خير وسعادة على المصريين وبصفة خاصة كل أهلين الفلاحين والمزارعين في كل المحافظة آمين يا رب يمكن زي حضرتك طبعا سمعتني في المقدمة إحنا فعلا عندنا تقلبات جوية مختلفة وأكيد لها تأثير سيء على محاصيلنا الزراعية حضرتك في البداية شايف الجو اليومون دول إزاي التقلبات المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة ثم تأثير هذه التغيرات على المحاصيل الزراعية بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بشكر حالك جدا دكتور حامد ودائما حضرتك كل الحلقات بتاع حضرتك هدفة في صالح المزارع المصري وبنع فضل والمصلحة المزارع المصري فأنا بشكر حرار جدا على تحت الفرصة دي بنتكلم دائما على المناخ شكر للإعداد لأنه برضو ليه دور كبير يا وللإعداد والقناة الزراعية وكل كل العاملين الحقيقة إن شاء الله بإذن الله تفضل وهشكر المزارعين بعد شوية في حاجات مهمة تخصهم إن شاء الله إحنا فعليا حضرتك اخترت المصطلح الصحيح زراعيا وهو سرّة الموسم الشتوي الموسم الشتوي زراعيا بيبدأ تقريبا أول 11-15 على حسب المحصول ولكن فعليا سرّة هذا الموسم هو بداية يناير ومع بداية يناير كل شهر يناير وجزء من شهر فبراير وأحيانا شهر مارس دي الفترة غير المستقرة مناخيا في السنة كلها يعني حتى في الصيف في موجات حر أحيانا وفي درجات حرارة مرتفعة بس إحنا في الصيف يعني لما يحصل موجة حرّة وإحنا في الصيف وضع طبيعي لكن لما يحصل موجة حرّة وإحنا في الشتاء وده اللي حصل في 2018 لما درجة حرارة في شهر فبراير كانت 41 درجة حتى لو كان في الصعيد فكان حاجة غريبة جداً كل درجة زيادة أو نقص في الحرارة لو أنت حضرك مش هتحس بيها النبات بيحس بيها تماماً لأن هذا الكائن موجود 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية معرض للظروف المناخية تمام إلي بيحصل بيحصل حاجات كتير جداً في عالم تفاعلات هيسة بتحصل جوه النبات النتيجة هتكون إيه دي اللي يهمني المهم ما تكونش النتيجة سلبية يعني تكون النتيجة يعني على قد ما نقدر لو كانت سلبية نقدر نحد منها ولو إيجابية خير وبرك طبعاً الجودة في حاجات إيجابية طبعاً في حاجات إيجابية زي ما هنتكلم فزي ما قلت لحضرتك الشتاء الحمد لله الشتاء اتخذ منه جزء للخريف لأن الصيف خد الخريف يعني الصيف واخد سبتمبر خد وقته طويل الصيف دخل في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر فخد تقريباً معظم الخريف الجزء الوحيد اللي بتاع الخريف اللي كان في شهر 12 خلاص المفروض كان الشتاء بيجي فلكياً 23-12 ده الخريف خده ففعلياً الشتاء بادئ بقيله أسبوع أو تقريباً أيام مع دول آه الفترة اللي جاية فترة مهمة جداً مناخية لأنها بتريحصل انخفاض لأول مرة في المناطق الزراعية في مصر تحت الأربعة وتحت الثلاث درجات مقوية ليلاً في مناطق كتيرة تحت السفر؟ لا تحت أربع درجات يعني آه يعني تبقى ثلاثة تبقى ثلاثة ثلاثة واربعة ودي الأول مرة بالظبط خلال هذا الموسم الشتوي إنها تنزل للدرجة دي تنزل للدرجة دي في مشكلة طبعاً في مشكلة على حسب المحصول الموجود فمعظم المحصول الموجودة للأسف جزء كبير جداً منه حساس لانخفاض الحرارة قال لسه ما جبت السيرة السقيعة السقيعة ده مشكلة كبيرة لوحده للنباتات ولمحاصيل اللي بتأثر وتقريباً فيه مزارعين محصول معين بيحط إيديهم على القلبهم من أول خمسة وعشرين اتناصر مزارعين المانجا والمانجا في مصر بلأت مساحات كبيرة جداً وكلها في مناطق خطرة مناخياً مناطق خارج الوادي والدلتل مناطق مفيش فيها رتوبة عالية مفيش فيها مسك حرارة فبيحصل ببساطة جداً انخفاض سريعة في الحرارة فممكن يحصل ساقي فالأسف فيه موجا برده هتبدأ بدأت فعلياً مبارح هتبتدي وهتستمر الغير 7 أو 8 يناير احتمال كبير يحصل سقيع ليلة 5 وليلة 7 وبالذات في مناطق وسط وجنوب الصعيد وأحياناً في المناطق المفتوحة زي الواحاة طبعاً سينة كده منطقة غير زراعية غير في الشمال والشمال قريب من البحر ما فيش مشاكل كبيرة بالنسبة للمناخ فإذا الفترة جاية فترة مهمة جداً إن شاء الله مع بعض أقول لحركة التركيب المحاصيل موجود وإيه الخطر اللي ممكن يتعرض ليه وممكن المزارعين خلينا نبدأ بأهم محصول بالفعل والمحصول الاستراتيجي الأول في المصر هو محصول القمح أيواناً الإسانات السلبية على هذا المحصول بالضبط كذلك زي أقول حركة النفئة أثار سلبية وفي حاجات إيجابية القمح يناسبه جداً هذا المناخ هذا المناخ إلا اللي كن فيه أخطاء من المزارع برضو نوضح يناسبه ليه لشان التفريع طبعاً القمح محصول شتوي النبات أصلاً بيئة باردة لأنه بتزرع حتى شتوي في أوروبا تحت التلك فيش مشاكل في البداية قبل الارتباع فالقمح محصول شتوي لو استمر المناخ في مصر شتوي حتى إبريل هتاخد أعلى انتاجية في تاريخ القمح في مصر وده اللي بيحصل على طول لو استمر المناخ في إبريل بارد إزاي ما احنا شايفين كده تاخد أعلى انتاجية لأنه محصول شتوي طيب بارد إلى حد معين ولا بارد بصورة مطلقة بارد لغير ست درجات وسبعة درجات وخمس درجات إلا أن يحصل سقيع الأمح يصنف أنه مقاوم للسقيع أو غير حسس للسقيع إلا في حالة واحدة بس كانت الأرض جفة تحته ما ترواج بقيله شهر ما ترواج بقيله خمسة عشر يوم هو أصلاً ضعيف تمام كده حصل سقيع سقيل في الظروف اللي بقول الحركة على دي فأوتوماتيك هيحصل مشكلة للأمح وخاصة لو حصل سقيع متأخر اللي بسموه السقيع الربيعي يعني اللي هو في نهاية فبراير أو أحياناً في بداية مارس وده حصل في 2015 وحصل في 2009 إن الأمح في الحالة دي بيتصوم ما فيش رأي خلاص بيتسبب عشان ينضج فحصل السقيع فحصل مشكلة كبيرة جداً لسه مش متوقع دين هتمشي ازاي في آخر فبراير ومارس بس أنا بقول الحركة إن الأمح يناسب هذا المناخ كما يناسب هذا المناخ البارد المحاصيل الأرضية اللي في التلت الأخير من العمر يعني لو أنا عند البنجر عروة أغسطس وعروة سبتمبر العروة الأولى والتانية تقريباً شهر ونصف اللي حاجة هيقلعوا فالبنجر دلوقتي بيعمل عملية تحجيم الجزور بتجبر البطاطس الشتوي اللي هي متزرعة في نص أكتوبر وآخر أكتوبر وأول نوفمبر دلوقتي في التلت الأخير يناسبها جداً هذا المناخ لأن المناخ ده كويس بالنسبة للتحجيم إلا أن يحصل سقيع اللي يحصل سقيع ده كلام تاني هنتكلم عليه فكل المحاصيل الأرضية البصل المقور اللي هو اللي بتقلع أو اللي هتقلع في خلال أسبوع أو اللي حاجة يناسبه كده التوم البدري اللي بدأ يكون رؤوس بس لسه التوم قدام فترة للمية وتمانين يوم يناسبه جداً هذه الظروف وطبعاً يناسب الظروف دي يناسب الفكهة متسقطة الأوراق اللي هي محتاجة احتياجات برودة زي العنب وزي الحلويات الخوخ والكمبيترا والبرقوق وباقي المحاصيل الحجرية حضرتك كلمت عن المنجا والفي ممكن يبقى فيه مشكلة المنجا لها كلام كتير اه تفضل اخوتنا مزارع المنجا اللي سمعيننا دلوقتي بييجي في 25 ديسمبر لغاية نص فبراي لغاية نص اثنين يبقى قاعدين حطين ايدوهم على الالبوم فعلياً لان سقيع مع منجا متصومة رقم واحد طيب اسمحك ناخد اولى المداخلات اه طبعاً معانا اسماعيل من المنوفية اهلو اهلو اسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك معاك اسماعيل من محافظة المنوفية ماركا نتلك السلام اكار دعوه مشهور اهلا وسهلاً والله يا تلوقتي احنا خدنا مبيد من شركة راما بسم الجامعة الزراعية اسمه راما مبيد حشائش للزمير في القمح واستلمناه وخدناه رشناه للقمح هنحرق من الارض باتاتا مساحات كبيرة ومشهور وفي الطيب يا اخ اسماعيل المبيد انت خدته منين خدته من الجامعية الزراعية من الجامعية الزراعية ايوا ذات نفسها طيب استسمح حضرتك سيبلي البيانات في الكنترول اسم الجامعية وبياناتك وانا هتواصل معاك ونشوف المشكلة دي ضروري جداً جداً عندك مشكلة تانية شكرا يا اسماعيل طبعاً اما يكون المزارع واخد مبيد من الجامعية الزراعية وتحصل المشكلة دي بقى لازم نتحرك نشوف الغلط فين السبب ايه دوت لازم نعرفه لجنة المبيدات فعلياً خلت اجراء في القصة لا الخطورة يا بكتور محمد هو ما بيقوليش انه اشترى المبيد من محل مبيدات محل مبيدات كنا بقى هنقدر نتكلم طب انت خدت فطورة ولا ما خدتش طب المبيد ده مصدره ايه يعني يبقى فيه كلام لكن اما يقولي من الجامعية الزراعية هي دي الخطورة فاحنا لازم ان شاء الله يا اسماعيل ما تقلقش يعني نتواصل مع بعض ونشوف المشكلة دي لانه انا باتكلم بمنتهى الامانة اي مقصر مش هنسمح له اي انسان ما عندوش ضمير في الوقت ده مش هنسمح له واللي ما عندوش استعداد يشتغل بما يرضي الله وبامانة مش عاوزينه في المرحلة دي كفاية بقى اللي حصل للزراعة تفضل لدكتور محمد اه بمنسبة المبيد اه بصرف نظر عن اسم المبيد بس فعليا لاجنة المبيدات الزراعية في وزارة الزراعة خدت علم وخدت اجراء خلاص انا هتواصل مع استاذنا الدكتور محمد عبد مجيد ونشوف وصل ايه تمام يا دكتور بالظافة نرجع للمنجة تمام طبعا حضرك السنة اللي فاتت كانت سنة كبيسة لمزارع المنجة لان حصل فيها موجات سقيعة حواء تقريبا تلات اربع موجات بدأت من 28 ديسمبر اول موجة وانتهت تقريبا في 18 فبراير ودي فترة مهمة جدا في اشجار المنجة هي فترة سكون ظاهرة لان المنجة مش متسقطة اوراق ولكن دي اللي بتبتدي الشجرة تجهز نفسها عشان تبتدي تبدأ الموسم الجديد فبيحصل طبعا تراقم للكاربوهادريت في البرعم الترافية اللي هي بتلي بعد كده تطلع الكتر الزهرية ففعليا حصل المشكلة المشكلة في المنجة السقيع بترتبط ببعض الممارسات الزراعية الخاطئة موضوع تصويم المنجة خلاص يعني الناس اللي متعودين يصوموا منجة في فترة الشتاء مع موضوع السقيع ده ما ينفعش أصوم هدي فترات مية على فترات متبعدة شوية ولازم بقى فيه إجراءات معانا على فكرة دكتور محمد في جميع المحاصيل ده مفهوم خاطئ عند المزارع يقول لك الجو برد مش هاروي في حين أن أعتقد أنه الرأي هيساعد النبات على التدفئة آه في التوقيتات اللي أنا محتاج فيها إن نبتدي أنا هقول القصة دي بس لها جزء علمي على السريع كده فالمنجة المتصومة المنجة صغيرة السن غير المحمية المنجة للأسف بعد مزارع المنجة عمل تقليم مبكر السنة عمل تقليم وده غريبة شوية إن نعمل تقليم في آخر السبتمبر وفي أكتوبر طيب أنت بتعمل تقليم بدري اللي عمل كده فبلأ الشجر يطلع نموات لأن الصيف زي ما أقول حقاك توغل وخد الخريف فالجو كان دافي صيف فطلعت نموات جديدة هذه النموات غضة جدا وهذه النموات حساسة جدا للسقيع النموات دي جزء كبير من الشجرة لا قدر الله لما يجي السقيع وتتحرق خلاص أنت الموسم بتاعك راح لأن النموات دي المفروض اللي هي طبعا هي اللي هتديني السمار السمار هذا الموسم بالضبط فالمنجة ناخد بالنا كويس جدا أنا بقول من دلوقتي التحذير الموجود أني ليلة 5 يناير وليلة 7 يناير في المناطق من أول بنسويف المينيا أسيوت والمناطق دي اللي على مستوى الوادي واللي على مستوى المناطق المفتوحة بكلم على الظاهر الصحراوي نبريا واد النوترون العالمين المناطق دي كده وبتكلم على نحية السحراء الشرقية وبتكلم على الصلحية والشرقية اللي هي في أطراف ما بين الدلتا وما بين السحراء المناطق دي كلها معرضة لموضوع السقيع ليلة 5 وليلة 7 يناير المزارع يعمل ايه ايوه الإجراءات دي مهمة جدا لا طالما هو معظم المنجة موجودة في مناطق رملة في الغالب يكون الرأي عن طريق أبار في الليلة دي ليلة 5 يعني ليلة ناخد بالنا من معلومات الإرشادين المهمة يوم السبت ليلا إن شاء الله هتتابعوا معي هتتابعوا مع النشرات اللي هتنزل لأن موضوع السقيع هي ظاهرة وليس عنصر يعني لازم يحصل تفاعل خمس عناصر مناقية عشان نقدر نقولها هتشكل السقيع ولا لا وده بتتحسن ممكن قبلها قبل نتوقع بنسبة 60% ننزل السقيع بنسبة 100% هينزل السقيع ولا لا ده بيعتمد على إن يحصل تفاعل المهم هيبقى فيه راية بالتنقيط من البير مباشرة مية دافية خلاص فيه قبلها على آخر النهار في نفس اليوم يوم السبت آخر النهار أو يوم الاتنين آخر النهار فيه رشة سيليكات البوتاسيوم 6 سمت للتر مع الفولفك مع التحالب المهم الخلطة دي من شأنها سواء هي أو الري من شأنهم إن يعمل ضمان لسريان العصارة داخل النبات زي ما حضرتك في البرد بتعمل كده أنا عاوز أعمل للشجر كده بالظبط طبعاً اللي متغطي بنت بيبقى مقاوم أكتر اللي تحت شجر تحت نخل بيكون أكتر اللي لأسف بعض المزرعين بيعملوا تدخيل يعني ما بيولعوا أي حاجة أثناء الفترة وكده مش بيدفوا وبيقتع الطبقة للمفروض فموضوع المنجل خلي بالنا وانتابع مع بعض الفترة اللي جاء طيب سريعاً دكتور محمد حضرتك اتكلمت عن التأثيرات السلبية للجو دلوقتي على النبات لكن التأثيرات السلبية بقى أو المشاكل اللي ممكن يحدثها هذا الطقس على الأمراض وعلى الحشرات بالظبط كده سريعاً طبعاً أنا بقوله الدكتور محمد سريعاً لكن انتو بعد كده إن شاء الله هتشوفوه على القناة هيقدم كابسولة الحياة الرشادية مهمة جداً عن التغيرات المناخية وإزاي الفلاح ياخد باله ويكون مستعد لأي تغيرات تحصل طب كويساً حرك قلت الموضوع لكابسولة المناخ دي دي إن شاء الله احتمال من النهاردة يا بكرا هتم إزاعة تفاصيل لها شوية لأن فترتها طويل إن شاء الله بالنسبة عملت لك إعلانه الله يبرك لك بالنسبة بالنسبة للأمراض والأفات البرد أو السقيع الكل اللي بيعمله إنه بيلعف في السيولوجيا النبات بيدعف النبات في السيولوجيا أمراض الشتاء وخاصة الأعفان الجزور وبالنسبة لكتير من الحشرات الموجودة تمام أعتقد يعني برضو مشكلة ما يبقى درجة الحرارة بالليل منخفضة جدا وبالنهار تلاقي الجو مشمس وممكن درجة الحرارة مرتفعة فيها كلام كتير بس حضرتك الكابسولة بقى يا فندم تغطي كل هزي إن شاء الله بإذن الله في نهاية هذه الفقرة عزيزي المشاهدين لا يسعني إلا نتقدم بجزيل الشكر للزميل العزيز الأستاذ الدكتور محمد علي فهيم وكيل المعمل المركزي للمناخ الزراعب أشكرك جدا دكتور محمد على هذه المعلومات القيمة المهمة لأهلين المزارعين شكرا جزيزي فاصل قصير أعزائي المشاهدين وأستقبل ضيفية في الفقرة الثانية من هذه الحلقة السيدة المهندس محمد الزواي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والمهندس أحمد إدريس مدير عام الصرف بالبحيرة بعد هذا الفصل